تكميم الأفواه عبر الإغتيالات مشهد يكاد لا يفارق الساحة العراقية خصوصا مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي المبكر مسلسل كان آخر ضحاياه الناشط الكربلائي إيهاب الوزني عملية تطرح وفق مراقبين أسئلة كثيرة حول قدرة الحكومة العراقية على توفير بيئة آمنة لعقد الانتخابات التشريعية وضمان نزاهتها هذه الاغتيالات هي ولقد ضغط على حكومة السيد الكاظمي بأن هذه الحكومة لا تستطيع أن توفر البيئة الحقيقية الآمنة لإجراء الانتخابات في شهر العاشر وبالتالي سوف لا يكون هناك لا رقابة ولا إشراف أممي وهذا ما ترغب به بعض القوى السياسية عقب اغتيال الوزني أعلنت ما يعرف بالقوة التشرينية انسحابها من السباق الانتخابي وتوعدت بالعودة إلى ساحات الاحتجاج ضد النظام السياسي وحملت الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية استمرار مسلسل الاغتيالات في ظل غياب إجراءات ملموسة لملاحقة ومحاسبة الجهات التي تقف خلف عمليات استهداف الناشطين السياسيين المؤثرين الاغتيالات ستؤثر على المشهد الانتخابي على الأقل إذا كثير من الناديين يرمون الآن الدخول في العملية السياسية عن طريق الانتخابات هذه المرة باعتبار أن القانون مختلف هذه المرة ويمكن أن يتيح لمزيد من المشاركة فاستمرار عملية الاغتيال سوف تؤثر بانسحاب هؤلاء وترى القوى الشبابية أن مشاركتها في السباق الانتخابي جاء لتصحيح مساري عمل المنظومة الأمنية والاجتماعية والاقتصادية واستمرار عمليات التصفية الجسدية تجعل من هذه المشاركة غير مجدية على حد قولهم تتعرض الأصوات المؤثرة المطالبة بالإصلاح وتغيير النظام السياسي إلى استهداف ممنهج مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة استهداف يتراوح بين ترهيب لفظي وتصفية جسدية تقف خلفه بحسب متابعين قوى نافذة تسعى لإسكات منتقديها حيدرل أسد سكاينيوز عربية بغداد ترجمة نانسي قنقر